اهلا بكم عربت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عن قلقها العميق من الأوضاع في السودان وأدانت تعليق عمل مؤسسات الدولة وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء آخرين في القيادة المدنية التقرير التالي يرصد أبرز ردود الأفعال على تطورات الأحداث في السودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في السياق عقد مجلس الأمن اجتماع طارئا مغلقا بشأن سودان بناء على طلب ست دول غربية وعقدت الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإسطوليا وفرنسا مزيد من التفاصيل نتعرف عليها من ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من نيويورك الدكتور عبدالحميد صيام خبير الأمم المتحدة أهلا وسهلا بك دكتور عبدالحميد إذن جلسة طارئة لمجلس الأمن حول السودان إلى أي مدى يمكن أن تدخل المجتمع الدولي فعلا لإعادة الأمور إلى نصابها في السودان شكرا وعدل الاستضافة يعني أولا جلسة مجلس الأمن ما زالت مستمرة وهي جلسة مغلقة سيستمع المجلس إلى تقرير من ممثل الأمين العام في السودان السيد ذولكر سبيرث والذي سيقدم لأعضاء مجلس الأمن صورة عن الأوضاع التي تجري الآن في السودان هل سيتفق مجلس الأمن على موقف موحد هذا هو السؤال يعني ما زلنا لا نعرف لا نتوقع أن يخرج شيء اليوم على الأقل في جلسة اليوم لا أعتقد أنه سيكون هناك أي مخرج لا بيان صحفي ولا بيان رئاسي ولا قرار لكن هناك قواسم مشتركة في المجتمع الدولي هناك تخوف من أن الأمور ستنزل إلى مواجهات أكثر إلى سقوط مزيد من المدنيين إلى تغول سلطة العسكر وقد وصفه الأمين العام بأنه انقلاب وطالب بإطلاق صراح المعتقلين وأدان هذا الانقلاب وهو موقف مهم من الأمين العام أما موقف مجلس الأمن فيختلف لأن هناك دول ولها مصالح ولها مواقف مختلفة وهناك تخوفات من أن الموقفين الروسي والصيني قد يختلفان عن بقية أعضاء المجلس فقد أشار المندوب الروسي وهو يدخل في مجلس الأمن إلى قضية أنه لا يسميه انقلاب وأنه يدين العنف من كافة الأطراف وعندما سئل هل هناك عنف من المواطنين ضد الجيش قال إن هناك عنفا في الشارع ونحن نطالب بوقف العنف لذلك لا نتوقع أن يخرج شيء اليوم ستستمر هذه المشاورات وللعلم فإن أعضاء سفراء عديد من الدول اللي الآن يقومون بجولة أفريقية هم الآن في النيجر ولذلك المجتمعون الآن في مجلس الأمن معظمهم على مستوى نائب الممثل الدائم ولا نتوقع أن يكون هناك أيضا ما هي إشارتها دكتور عندما يكون هذا التمثيل على هذا المستوى ليس لا علاقة بالمستوى لم يكن التمثيل على هذا المستوى مقصودا هناك زيارة لعضاء مجلس الأمن لبعض مناطق الصراع في القرى الإفريقية محددة سلف وأعلن عنها رئيس المجلس منذ البداية سفير النيجر ولا علاقة لهذا الاجتماع في ذلك الأمين العملي للأمم المتحدة دعا الدول الكبرى في مجلس الأمن يتخاذ موقف رادع ما هو الموقف المنتظر هنا؟ الموقف الذي يجب أن يكون هو كما حصل في قضية ميانمار أن يتم رفض هذا الإنكلاب وأن يتم الضغط على الذين قاموا بالإنكلاب ولا يتم الاعتراف بهم وأن يكون هناك خطوات تصعيدية إذا لم يتراجعوا عن الإنكلاب وإعادة الحياة المدنية كما كانت والعودة إلى الاتفاقيات أن يكون هناك خطوات تصعيدية يعني هذه الدول لها قوة وتؤثر على مجرية الأمور دولة مثل الولايات المتحدة طبعا وفرنسا وبريطانيا ولكن أيضا هناك محاولة لضم كل أعضاء مجلس الأمن سواء من القارة الإفريقية أو خاص الدول الدائمة العضوية مثل الصين والاتحاد الروسي إذا اختلف أعضاء مجلس الأمن وقد يختلفون إذن لا نتوقع أن يكون هناك أي إجراء عملي على الأرض يؤثر على الأحداث ربما يصدر مناشدة أو التعبير عن القلق أو مناشدة الأطراف للعودة إلى الحوار في قراءة سريعة دكتور عبد الحميد في قراءة سريعة للمواقف الدولية التي خرجت وصدرت حتى الآن ما هي أبرز الرسائل التي قرأتها فيها؟ يعني أهم موقف في رأيي كان موقف الولايات المتحدة خاصة أنها لديها كثير من الأوراق لتلعبها ووقف المساعدات 700 مليون شيء مهم جدا لكن أيضا هناك شبه إجماع من المجتمع الدولي على رفض هذا الأسلوب في التعامل حول الخلافات السياسية في داخل الدول يعني استخدام القوة واستخدام العسكر هذا شيء غير مقبول الحوار هو البديل وإذا كان هناك خلافات ممكن أن يكون هناك أيضا طرق أخرى لحل هذه الخلافات وطبعا دائما يكون هناك خلافات في الدول في المراحل الانتقالية خاصة لكن هناك شبه إجماع بأن هذا الأسلوب مرفوض وأن الانقلابات غير مقبولة وأن العنف أيضا غير مقبول وعلى ضرورة إطلاق المدنيين هذه قواسم مشتركة ربما تنعكس في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمي شكرا جزيلا لك من نيويورك دكتور عبدالحميد صيام الخبير خبير الأمم المتحدة ينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من باريس المحلل السياسي بيير لويس ريموند أهلا وسهلا بك سيد بيير الرئيس الفرنسي سرعان ما وصف ما جرى بالانقلاب ودانا بأشد العبارة دعنا في البداية نفهم الموقف الفرنسي أولا الموقف الفرنسي يأتي من فكرة أن هذه العمالية تنافي مبادئ الدموقراتية مصادرة مجلس البزراء مصادرة مجلس السيادي يعني اشهد جميع هيكل الدولة والمؤسسة المدنية هذا يعني انقلاب ولا يمكن الحديث حسب الجهات الرسمية الفرنسية عن تصحيح المصار على أساس أنه لا يوجد مصار ما دمت الحركة مشلولة ولكن قياسا بالمواقف الفرنسية السابقة حيال ما جرى ببعض البلدان الأخرى كانت هذه المواقف أكثر حذرا فبرأيك ما هي بواعث القلق الفرنسي مما يجري الآن في السودان في الحقيقة لا داخل المواقف الفرنسي كانت أكثر حذرا عندما يتعلقوا بتفريد بقيامة ديمقراطية وباعتقاد لمن يعارض من أجل نايا الحرية أنا أعتقد بأن الموضوع السوداني غيره من المواقف التي انجرت عن الدول التي تعيش فترة انتقال ديمقراطي وفترة التحول والحكومات الانتقالية دائما فرنسا دافعت عن الحكومات الانتقالية لأنها البوابة الواحدة نحو الديمقراطية ونحو إمكانية أن تحترم الحريات الفردية والحريات العامة وأبسط حقوق الإنسان أنا أعتقد أن الموقف الفرنسي كان الآن متعلقا بالسودان أو بدول أخرى لو نظرنا الموضوع الشأن التونسي أو حتى الشأن المصري الأمور تقريبا على نفس الدرجة من الصرامة على أساس أن أي انقلاب كان الآن متعلقا بانقلاب عسكري أو بانقلاب على الدستور يسمى خرقا لمبادئ الديمقراطية والحريات العامة هي لم تدن بشكل قوي كما حدث الآن في السودان لكن بكل الأحوال سيد بيير فرنسا احتضنت منذ أشهر مؤتمرا لدعم السودان شطبت ديونه ووعدت بمساعدات مالية كبيرة ما هو مصير الآن مخرجات هذا المؤتمر؟ قياسا على المواقف التي صدرت حتى اللحظة من الرئيس الفرنسي قياسا على المواقف التي صدرت من الرئيس الفرنسي وأيضا من زعماء الاتحاد الأوروبي وحتى من الرئيسة ومن الخارجية الأمريكية يعني تضع المسألة شطب الديون ومسألة تقديم المساعدات المالية هي مسألة معلقة إلى حين يعني لا يمكن بحل من الأحوال أن يستمر في عقد المتن هدية المؤتمرات وفي مواصلة مثل هذا المسار على أساس أن هذا المسار مسار منح المساعدات الدورية وشطب الديون مرتبط بحسن احترام مبادئ التحول الديمقراطي لاحق مثلا ما يجري الآن مع صندوق النقد الدوري صندوق النقد الدوري النفس وأن نفسه علق المساعدات المالية والجهات أيضا الدبلوماسية الأمريكية تلحب في هذا المنطق أيضا بعيدا عن موضوع ربط العلاقة بالحالة الديمقراطية أنت أشرت إلى موقف الاتحاد الأوروبي برأيك ما هي أكثر الأمور التي تستدعي قلق الآن دول الاتحاد الأوروبي حيال ما يحدث في السودان الأمور التي طبعا تحير وتبعد قلق الاتحاد الأوروبي هو أن تكون المؤسسات الحاكمة في هذا البلاد مشهولة وخاصة أن لا يتمكن المدنيون أن ينالوا تمثيلهم في هذه الحكومة التي أصبحت تتحول أكثر أكثر إلى حكومة يهيمن عليها المنطق العسكري على حساب المكونات المدنية لا من حيث حيتيات هذه الحكومة ولا من حيث مقوماتها العنصر المدني أصبح يتضاءل أكثر وأكثر وهذا ما يعكسه أيضا الشاعر وشجاعة المواطنين السودانيين الذين يتظاهرون رغم الاعتقالات ورغم أن البعض منهم لقي مسرعه منذ بداية القلال في حال اضطراب الوضع كما تتفضل بالقول سيد بيير في السودان هل سوف يكون هنا ملف الهجرة هجرة السودانيين مطروح وبالتالي هل يستدعي ذلك موقفا ضغطا من الاتحاد الأوروبي لتغيير ربما ما يجري في موقف ضغط موحد لتغيير ما يجري في السودان المقالف الضغط الموحد طبعا يلعب فيه عاملا هجرة دورا ولكن الموقف الضغط أيضا يذهب تجاه احترام الحقوق الفردية والعامة احترام الديمقراطية عدم ايصال المساعدات المالية الى الايد الخاطئة هذا العامل الذي اشرت اليه عامل الهجرة هو عامل طبعا على درجة كبيرة من الاهمية وينخرط ضمن سياسة هجرة تتبعها الاتحاد الرغوبي اكتر باكتر واكيد سمعنا المسألة مع العديد من الدول الاخرى التي تعاني مشاكل سياسية داخلية وتطرح بمنطق شديد موضوع هجرة البلد الى دول الاخرى ومن بينها طبعا دول الاتحاد الأمور في هذه النقطة تحديدا ما هي الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي التي تترجم رفضه العملي على الأرض الرفض الرفضي على العرض يمكن أن يتمثل في عدم قبول طلبات الوجو أو تشديد القيود بهذا الشأن وطبعا خفض حصص الحصص المسموحة أو المعتمدة لدراسة هذه الملفات أعتقد بأن سياسة الأبواب المحتوحة التي كانت تمارسها أنجيلا ماركا لنت تعرفين كم زر ذلك عليها من الاتقادات رغم إنسانيتها ورغم مسألة طبعا القلوب المفتوحة هناك سياسة من الصعب تنفيذها على أساس أن استقبال المجهاجرين يستدعي تعيئا ويستدعي إجراءات لا يمكن لهذه الدول التي تنفذها شكرا جزيلا لك من باريس البحالي السياسي بيير لويس ريمون انقطاع ثم عودة فانقطاع هذا هو حال الانترنت في السودان فبعد انقطاعه بالأمس في اليوم الأول بعد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عادت خدمة الانترنت شيئا فشيئا وتصدرت الهاشتاجات الرافضة لإجراءات البرهان وكان أكثرها تصدرا هاشتاج العصيان المدني إلى أنها سرعان منقطعت مرة أخرى حول كيف تابعت وسائل التواصل الاجتماعي تطورات الأحداث في السودان نتعرف عليها من خلال زميل مصطفى الشيخ إذن مصطفى يعني كيف تناول المدونون السودانيون موضوع وتطورات السودانية على مواقع التواصل نعم شكرا وعد بالأمس عاش السودانيون يوما صعبا جدا هم في المهجر والذين هم داخل السودان من هم خارج السودان يريدون أن يعرفوا ما هي الأخبار بعد الأحداث التي تواترت منذ فجر الاثنين والذين هم داخل السودان يودون أن يوصلوا الرسالة للعالم بأن هناك شيء ما قد حدث في السودان لكن تم انقطاع الإنترنت وكما ذكرت أنت في بداية هذه الأخبار بأنه انقطاع ثم عودة وانقطاع وكذلك إذن تفضل مصطفى نعم نبدأ هذه الجولة أغرد تجمع المهنيين السودانيين على صفحته أمس يقول بدأنا معركتنا الأخيرة مع بقايا الشر والظلام يمكن ما عارفين حتكون قصيرة ولا طويلة لكن العارفين إنها الأخيرة نكنس فيها كل القائلين إنهم ممكن يخضعون بالقهر والإذلال حمدتي والبرهان نختار أمس بداية الجولة الأخيرة ونحن نختار نهايتنا نهايته شعارنا بسيط ما بتحكمونا القيادي في قوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم غرد قائلنا البرهان وحمدتي يريدون أن يصمتوا الجميع يواصلون في البطس وإطلاق الرصاص الحي على السلميين العزل في الشوارع لكنهم مهما فعلوا فلن يستطيعوا أن يحكموا الشعب السوداني رفض الإنقلاب مجمع عليه من كل القوى السياسية والمدنية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير ولن يدعمه إلا فلول النظام البائد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع كتب الوثيقة الدستورية وثيقة شهد عليها العالم أجمع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأوروبي والدول العربية وبناء عليها تم اختيار رئيس الوزراء وحكومته وكل المؤسسات فلا يحق للبرهان أن يحل أي مؤسسة فكل المؤسسات شرعية وحمدوك رئيس الحكومة وعلى الوزراء مباشرة مهامهم تحت هاشتاق يسقط الانقلاب حزب المؤتمر السوداني كتب نثق في أن الشعب السوداني لن يركن لمحاولات التغبيش والكلمات المعسولة حول تصحيح الثورة فالثورة السودانية ملك للشعب وهو من يستطيع تصحيحها وإدارتها نحو المصلحة العليا للبلاد وأن كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعد أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تاني من خطوط داخلية وخارجية ويدي أبو يزن رئيس المكتب الإعلامي والناطق الرسمي باسم حزب سودان المستقبل كتب على صفحته يا ترس خليك واعي ما تشتبك الحرب كر وفر وتكتيكات نحن كتار أكثر منهم ممكن نتوزع على مجموعات بالتناوب في التتريس نترس إيفكو نرجع نترس تاني بالتناوب والفورة مليون نور صلاح عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني غرد على صفحته الشعب أقوى وضد الإنقلاب والردة مستحيلة السفير الأمريكي السابق لدى السودان ألبرتو ميجيل فرنانديز كتب على صفحته الشخصية على التويتر تعليقا على إجراءات البرهان بما أن حكومة حمدوك المدنية التي حلها كانت غير مسلحة فهذا يثير تساؤل الحرب الأهلية بين من؟ بين جنرالات السودان على سبيل المثل الذين يؤيدون عودة حزب المؤتمر الوطني هؤلاء الذين يؤيدون البرهان هذا ليس له أي معنى المغرد نمير البشير كتب قائلا الآن سيواجه الانقلابيين تحدي إدارة الدولة بعد العصيان المدني سيحاولون الاستعانة بمكونات النظام البائد والمترددين ولكن حتى هؤلاء أذكى من أن يورطوا أنفسهم في جسم لفظهم من قبل وسيلفظهم في أول سانحة لذا على الجميع في كل المواقع تسجيل لستة العرب أسماء كل من يتعاون ويدعم الانقلاب أما الناشط محمد خليفة فكتب حسب مؤتمره الصحفي فالبرهان حيشكل حكومة وبرلمان بدون مجرد التشاور مع القوى السياسية يدي اتجاه نحو حكم عسكري كامل الأركان من جانبه غرد أسامة إسماعيل قائلا كل الانقلابات تدعي الإصلاح ووسيلتها الدبابة وقوة السلاح ولقد جرب السودان عدة انقلابات فما أصبح في عافية منها ولا بات ومهما كان لون جهة الانقلاب فالمحصلة منه واقعا هي الخراب فطريق التصحيح الحق يكون بالتوافق والسلام وليس بالقفز للمجهول في جنح الظلام اللهم احفظ السودان الكاتب الصحفي أبو بكر صالح علي كتب على صفحته الشخصية في فيسبوك لم نؤيد العسكر يوما لكن الأحزاب ظلت تكرر أخطاءها بعد كل ثورة تضيع فرصة بناء الدولة بأطماعها الحزبية الضيقة وخلافاتها التي لا تنتهي فلا نندم على ذهابها كانت تلك أبرز التعليقات وسوف نوفيكم بالمزيد من خلال برنامج هاشتاغ الذي يأتيكم عقب المسائية إليك وعد شكرا جزيلا لك مصطفى الشيخ وقد وضعتنا في جولة هذه التغريدات شكرا لك وأيضا حول التطورات السودانية تنضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الطبيبة والناشطة السياسية مروى بابكر أهلا وسهلا بك سيدة مروى يعني قبل الحديث عن مروى شاعرة الثورة أنت كمواطنة سودانية كيف تتابعين الوضع والتطورات الأخيرة في السودان السلام عليكم ورحمة الله التحية في البداية لشهداء الثورة السودانية وجميع سوارنا وثائراتنا على الأرض جلود النضام وهم يقاومون آلة التسلط والبطش والتحية لكل من يتابعون الآن وشكرا على الاستضافة في البداية عزيزتي أريد أن أقول أنه لا يحتاج الفرد فينا لذكاين خارق حتى يرى أن الفرهان وأعوانه قد دبروا وخططوا لهذا الانقلاب منذ فترة طويلة واستغلوا وصنعوا العديد من المسلحيات التي تمهد له ومن هازمة ميناء بورسودان السيولة الأمنية مهاجمة لجنة التنكين اعتصام الفلول وغيرها وغيرها لا نحتاج أيضا إلى ذكا خارق حتى نرى لماذا يقومون بهذا وما هي دوافعهم فهم بالإضافة على خوفهم على الاستثمارات المالية للجيش والتي تسعى حكومة حمدوك لإدباع لوزيرة المالية فهم أيضا لديهم مخاوف شخصية من المحاسبة على جرائمهم السابقة في حق الشعب السوداني فخيارهم الوحيد أصبحوا الخروج من هذا المأزق هو أن يظلوا في مراكز الحكم ويتمتعوا بالحصولة التي تمنحها لهم هذه المراكز إلى أبد الآبدين فلهذا كان دفعتهم غريزة البقاء للقيام بهذا الإنقلاب الذي للأسف الشديد أفجع جميع الشعب السوداني وجعلنا في حالة من الخوف على مستقبل السودان هذا شيء من ناحية أخرى نتطمن وتزول عننا حالة الخوف عندما ننظر إلى الشوارع وعندما نتابع في كل دقيقة وثانية ما يفعله الثوار الأبطال في جميع مدن وأنحاء السودان الذين خرجوا وحبوا دفاعا عن ثورتهم وعن استقبل بلادهم مروى الوجع الذي ذكرته الآن كشاعرة الثورة السودانية كيف تعبرين عنه شعرا؟ نقول أولا نقول للبرهان غضبا نقول له نصد لنفسك من يدافع عنك صرنا اليوم ثوارا لقلب من حديد تهم إذا أحصيتها قد فتك في قعر السجون لألف عام أو يزيد اليوم تنتقم البلاد لنفسها ولمجمع الآهات والتنهيد قاله مدام شئت فالجلاد مكتمل القوى والشعب حكام شديد هذا الشعب السوداني حكام وشديد ويقول اليوم نرفع صوتنا ونفجر الغبن الذي يجتاح أنفسنا ويعلن بدأميقات الغضب اليوم نكتب مجدنا ولتحترق كل المقاعد والمنابر مثلما احترأت قلوب الصابرين وحدها ليل التعب ما تسمعون الآن ليس هتافنا هذا طراخ الجائعين دموع أطفال وقهر حز أركان العصب هذا عناق الشارع الثوري للحلم العظيم المرتقب هذا عناق الشارع الثوري وهذا عناقنا جميعا وهذا حلمنا وهذه مطالبنا في دولة مدنية ديمقراطية لن نتنازل عنها أبدا وبهذه الكلمات أختم معك وهذه الأبيات أختم معك شكرا جزيلا لك من واشنطن شاعرة الثورة السودانية ماروا بابكر المسائية مستمرة وبعض الفاصل باقي فقراتنا